أصدقاء المشاهدين مساء الخير مرحبا بكم على قناتكم تحدي القراءة الهدف من هذه القناة هو تشجيع الشباب على القراءة من خلال مراجآت للكتب ومن خلال تقديم واقتراح الكتب وإتارة مواضيع ذات علاقة بالتاريخ والتقافة من أجل تشجيع الشباب على القراءة في هذه الحلقة سأتناول معكم موضوع له أهمية بالغة في تحليل المواضيع السياسية المتصلة بالدولة إنه موضوع الدولة العميقة وسأتخذ مثالا لتحليل هذا المفهوم أو لأجرأة المفهوم وهما دولتي المغرب والجزائر وبالتالي عنوان هذا الفيديو هو الدولة العميقة بين المغرب والجزائر في البداية نحن بحاجة إلى تعريف المفهوم هذا المفهوم مفهوم الدولة العميقة هو مفهوم في العلوم السياسية وانطلق من الأبحاث الأكاديمية في هذه العلوم لكنه في الحقيقة من بين المفاهيم التي جرى عليها نوع من التأسف أو نوع من التأميم ونوع من التسطيح أو السطحية خصوصا في التناول الصحفي أو الإعلامي بحيث أن المفهوم أخذ أبعاد متعددة وأخذ معامي تكاد تكون متناقضة أحيانا ما يفقده طابعه المعياري وما يفقده كذلك دلالته المفاهيمية وبعده الأكاديمي إذن يتعلق الأمر بالنفهوم تمنحته في الأدبيات السياسية الغربية أولا وهو مفهوم عالمي وهو تحديد إجرائي ماذا يمكن أن يعني هذا المفهوم؟ بصورة عامة يشير مفهوم الدولة العميقة إلى أن في الدولة أو في نظام الدولة وهناك نظامين متوازيين أو مؤسستين متوازيتين لدينا الدولة الرسمية في مقابل الدولة العميقة الدولة الرسمية هي الدولة التي تبدو في الصورة أو التي يتم تقديمها فيزيائيا ومؤسساتيا في شكل أشخاص وهيئات ومجالس وهي عبارة عن دستور وعبارة عن رئاسة للجمهورية ومؤسسة نفيذية إلى آخره وهناك في المقابل ما يمكن أن نسميه بجماعات الضغط أو بالتفاعلات الاجتماعية للسلطة بشكل عام هذه هي الدولة العميقة لكن الدولة العميقة في بعض الأحيان أو في بعض التحليلات خصوصا في السياق المغربي أو في السياق العربي بدرجة أو بأخرى نجد أنها تشير إلى كيان الصوري أو كيان يكاد يكون ميتافيزيقي أو روحي يتجاهل أو يتجاوز التحليل الإجرائي أو المؤسساتي وخصوصا دو البعد السوسيولوجي للسلطة إذن الدولة العميقة إذا أردنا أن نعطي تعريفا مجازا هي تلك القوى أو التفاعلات التي تنتج بين الجماعات الضغطة على السلطة أو التي تبارس السلطة والتي تتحكم في خيوط اللعبة السياسية داخل النظام لا يشير المفهوم إلى وجود تماسيح وعفاريد كما يقول البعض لا يشير إلى قوى سحرية لا يشير إلى مؤامرة تحاك في الخفاء لا يشير إلى أسرار بل يشير إلى واقع يجب أن نتفهمه ويجب أن نقرأ في تأسيس الدولة وفي شروطها وفي تاريخها لهذا سأكون أكثر إجرائيا أو إجراءا وسأحاول أن أبين هذا الأمر في المغرب في المغرب يتحدث بعض عن الدولة العميقة باعتبارها هي المؤسسة التي نسميها بالمخزن ولكن في الحقيقة الدولة العميقة هي تلك القوى أو تلك الجماعات أو تلك الأطراف التي تتقاسم السلطة الحقيقية داخل جهاز الدولة يحضر فيها المؤسسة الملكية تحضر فيها التقاليد المخزنية تحضر فيها الجماعات المالكة للرأسمال تحضر فيها كذلك القوى الأجنبية هذه القوى بأشكال وبدرجات مختلفة إذا أردنا أن نكون إجرائيين وإذا أردنا أن نتبين طبيعة هذه القوى التي نسميها بالدولة العميقة والتي لها تأثير والتي طبعا لها تخطيط عام ولها رؤية وهي مؤترة في القرار السياسي ومؤترة في بنية الدولة ومؤترة في تسيير الدولة يجب أن نعود إلى التاريخ التاريخ البعيد والتاريخ المتوسط على الخصوص التاريخ البعيد للدولة أي التقاليد المخزنية لماذا؟ لأن الدولة تكاد تكون شخص حينما نفحص الأذبيات السياسية نجد بأن الدولة هي شخصية معنوية وقانونية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن من يمارس السلطة أو من يتحكمون في السلطة أو من يتدخلون في ممارسة السلطة النفيذية الخصوص وأتحدث عن المؤسسة الملكية فهم لا يمارسون هذه السلطة من فراغ بل إنما من خلال مجموعة من الأدوات ومجموعة من التقاليد ومن خلال تاريخ ومن خلال مزاج عام تاريخي لهذا نتحدث عن الدولة المخزنية نتحدث عن القمع المخزنية نتحدث عن تاريخ المخزن هذا التاريخ ينزل بتقله أثناء اتخاذ القرار السياسي لماذا؟ لأنه بشكل بسيط وبطريقة منحوضة المتخذ القرار لديه ما يمكن أن نسميه في ريبرتوار أو نوع من الوصفات الجاهزة والتي سبقت تفكير فيها والتي أعطت نجاحها وأعطت فعاليتها في مناسبات سابقة إذن الدولة لها داكرة في القمع لها داكرة في تدبير الأزمات لها داكرة كذلك في المفاوضات لها داكرة كذلك في الجزاءات لها داكرة كذلك في تقريب الأشخاص إلى آخر أي أن الدولة لها مزاج عام طبعا هنا سنختلف فقط في تأويلنا لنسبة تأثير كل من هذه الأطراف أنا لا أقول بأن المخزن كل وحده هو الذي يمتل الدولة الأميقة بل إن الدولة الأميقة تدخل فيها أصحاب الرأسمان الوطنيين هؤلاء الذين نسميهم بالإقطاعيين السابقين والذين استفادوا من الاستعمار واستفادوا كذلك من دولة الاستقلال وفرضوا أنفسهم وفرضوا كذلك وجودهم لأنهم أعيان ولأنهم سلطة محلية لأن البعض مثلا منهم بركيرة ومنهم آخر يقولون بأن هذه الطبقة طبقة الأعيان بأنها كأنها نالت ما لم تسحقه الحقيقة بالنفهم السياسي هذه الطبقة كانت لها وجهتها وقدمت نفسها كشريك سياسي ومجتمعي للمؤسسة الملكية في وقت بالأوقات وبالتالي لدينا هذه تحضر بشكل ما ولدينا المثال في النقاش الدائر اليوم بين شركات البترول أو الشركات الموزعة للمواد البترولية والحكومة أو الوزير الدودي الوزير يريد أن يفرض عليها تسقيف لكن هذه الجماعة هي تشكله به لديها قوة ضغط إذن هنا تتجلى الأياد التي تملكها في الدولة العميقة لدينا ثانيا من جهة أخرى القوة الأجنبية القوة الأجنبية هي مسألة تاريخ نحن دولة استعمرت من طرف فرنسا وكانت هناك دائما مصالح فرنسية ولدينا كذلك مصالح عند فرنسا إذن الأمر يكاد يكون متبادل والأمر واقع يعني هو مسألة وسنأتي إلى الجزائر لأن الجزائريين حينما خاضوا حركهم رفعوا شعار ما كانش الخامسة يولد فرنسا كأن الدولة هي ابن غير شرائي لفرنسا في حين أنه حقيقة الدول دول شمال إفريقيا المستعمرة من قبل فرنسا هي بمثابة أبناء شرائيين لفرنسا وليسوا فقط غير شرائيين يجب أن نعترف بهم وذلك ليس بشتيمة أن نقول للدولة بأنها ابنة فرنسا لأن النظام السياسي والنظام القضائي والنظام الاقتصادي والتدبير والإدارة وإلى آخرين هذه التقاليد تقاليد فرنسية والشراكة السياسية والاقتصادية تكون دائما مع هذه الجهة وإن لم تكن مع هذه الجهة ستكون مع جهة أخرى مسألة محسومة وبالتالي هذا الأمر يجب أن نستحضرها كذلك في الدولة العميقة هناك المؤسسة الملكية المؤسسة الملكية لها وبالتالي نتحدث في المغرب عن تقاليد وهذه التقاليد تغيب في دول أخرى هذه التقاليد طبعا قد تكون محل نقاشي لأن البعض يرى بأنها مؤسسة سلبية البعض يرى بأنها مؤسسة قمعية البعض يرى بأنها مؤسسة رجعية إلى آخر المواقف حولها تختلف ولكنها مؤسسة تشكل جزء أساسي من الدولة العميقة ومن العقل المدبر للدولة والحريص على مصالحها لدينا كذلك القوى الأخرى أو التقاليد الأخرى الناشئة من تاريخ البعيد للأمة إذن هذه بشكل أو بآخر كلها تضغط بشكل أو بآخر لتأسيس ما نسميه بالدولة العميقة في المغرب سأتي إلى الجزائر بالنسبة للجزائر وهذا هو الفرق هنا المغرب والجزائر الجزائر لست دولة عريقة بالمقارنة مع المغرب في التقاليد السياسية أي أن الدولة العميقة في الجزائر هي تكاد تكون أخطر من المغرب بين قوسين لأنها دا حكم قيمة لماذا؟ لأنها هي والدة لتقاليد بعد استعمارية بينما الدولة العميقة في المغرب جزء منها كان موجود قبل كانت هناك ذاكرة ممتدة إلى ما قبل الوجود الاستعماري أن التقاليد المخزنية كانت قبل الاستعمار وستمرت بعد الاستعمار وأعطت أكلها في تحريك العديد من الملفة خصوصا في زمن الحسن الثاني بينما في الجزائر هذه الدولة ناشئة وناشئة عن فئة معينة وهذا هو المؤسف لأن الجماعة الضغطة في الجزائر لدينا التقاليد الفرنسية من جهة هذه الجماعة الأولى لدينا من جهة أخرى الحزب جبهة حرير الوطني الذي يشكله هرم السلطة منذ الاستقلال إلى اليوم أي القيادات التاريخية للمقاومة في الجزائر أو الجيش لدينا الاستقلال وكذلك الكوادير الفرنسية الموروطة عن الأهد القديم إذن هذا التفاعل يجعل الدولة العميقة في الجزائر ربما أقل كفاءة وأكثر ضعفا وليست لديها ذاكرة ممتدة وليست بنفس الدهاء الذي عليه الدولة العميقة في المغرب هذا بالإضافة إلى أنه في الجزائر كانت هناك لحظات من الصمت أو لحظات سواد لدينا الدولة العميقة وفشلها في تدبير من الفتس عينيات لأنه هنا نرى شرخ كبير داخل الدولة العميقة وتخبط لأن هذه الدولة أثبتت عدم نجاعتها وعدم قدرتها على إثبات كفاءتها أمام الزلزال السياسي عميق ربما لم تتغير الدولة العميقة في الجزائر ولم يطلها التغيير طيلة الفترام من الاستقلال إلى اليوم من 62 إلى اليوم ولكن طالها نوع من الاهتزاز أو كشفت لعبتها أثناء العشرية السوداء من 1989 إلى حدود 1999 حين مجيء بودفليقة إذن هنا بالنسبة للجماعة الضاغطة أو التفاعلات التي هي داخل السلطة في الجزائر بشكل أو بآخر تحضر فيها فرنسا وأي حل سياسي في الجزائر ستحضر فيه فرنسا لأن فرنسا أصبحت ضمن التقاليد السياسية للجزائر الخفية وهنا سنأتي إلى منفهم الدولة العميقة منفهم الدولة العميقة هو ماذا أعطيكم مثلا لكي يكون الأمر واضح مثلا في الأدبية الديمقراطية نتحدث اليوم عن ترامب ترامب يتحدث عن حكمه وممارسته لصلاحيته الرئاسية تواجهها دولة عميقة ماذا يقصد ترامب بالدولة العميقة في أمريكا؟ الدولة العميقة هي التقاليد البيروقراطية والإدارية والديمقراطية الممارسة في دولة أمريكا والتي تعود إلى قرون طبعا فيها لأن الأمر مختلف في أمريكا فيها بعض الآطار التي تركها أبراهام للكولن فيها بعض الآطار التي تركها كينيدي بعض يعني رجال أمريكا المؤترين تركوا بصماتهم في الدولة العميقة في أمريكا بتقاليدها كما أن هناك جانب آخر غير التقاليد وهو التأثيرات الاقتصادية أو تدخل أصحاب النفوذ الاقتصادي والشركات العابرة للقارات إلى آخره والمصالح الاقتصادية إذن هنا إذا رأينا هذه دولة أمريكا فالدولة الأمريكا فيها هي شيء آخر هي توازنات اقتصادية وتقاليد بيروقراطية وإدارية تعود إلى منذ نشأة أمريكا أو الطورة الأمريكية كذلك الأمر في فرنسا تحدث عن الجمهورية الخامسة الجمهورية الخامسة تملك تقاليد أو تمتلك تقاليد سياسية وقانونية وممارسات إلى آخره تعود ربما إلى نابليون إلى الجمهورية الأولى ولكن في نفس الوقت هناك حضور للقوى الضغطة اليوم ولكن فرق بين الدولة العميقة في التقاليد الديمقراطية أو في الدول العريقة في الديمقراطية وفي الممارسة الإدارية والدولة العميقة في الدول الناشئة مثل المغرب والجزائر هو أن في الأولى الدول العريقة في الديمقراطية نجد أن التقاليد الإدارية والبيروقراطية للدولة هي الأكثر تأثيرا بينما المصاريح الفئوية تكون أقل تأثيرا بينما بالنسبة للدول الناشئة مثل المغرب والجزائر تكون المصاريح الفئوية لرجال الأعمال وللإقطاعيين القدمة والجدد وللشركات وللمؤترين الخارجين والشركات الخارجين أكثر تأثيرا من تقاليد الدولة إن وجدت في حالة المغرب لأنها تقاليد بائدة وقديمة وإن كانت تكادم منعدمة مثل ما هو الأمر بالنسبة للجزائر إذن بالنسبة للجزائر الدولة العميقة هي دولة سافرة لأنها لا تحتوي إلا على تفاعلات بين المؤترين اقتصاديا والمؤترين على مستوى النفوذ الأسكري والسلطوية وبالتالي هذا ما يجعلها أكثر خطورة لأن هؤلاء ليست لديهم تقاليد ليس لديهم أن هذه الدولة الآميقة ليس لديها ما تخصر هي عبارة عن نكاد نقول بين قوسين إصابة مجموعة من الأطراف التي تستفيد من الوضع والتي تريد أن تترك الوضع وبالتالي فهي مستعدة لتفعل أي شيء لتحافظ على مصالحها ليست لديها خطط بديلة وهي مستعدة أن ترمي البلد في حرب وفي مستنقع من الدماء أصدقائي المشاهدي كانت محاولتي في هذا الفيديو هو أن أضع مفهوم الدولة العميقة في إطاره الأكاديمي للعلوم السياسية أتمنى أن تتفاعلوا مع هذا الفيديو دامت لكم متعة القراءة لا تنسوا أن تتركوا تعليقاتكم أسفله نلتقي مع كتاب آخر أو فيديو آخر إن شاء الله